كل يوم نبقى شايفينها كنها موجودة تخلي بالك تخلي بالك حمد وشكر ربنا خلصنا نعم خلصنا ولكن ده تنظيم موجود بقاله تسعين سنة فاللي موجود بقاله تسعين سنة مش هيخلص سبعة تمن عشر سنين تنظيم بيشتغل تنظيم بيبني قواعد تنظيم عنده تمويل عنده عنده لازم تبع عارف الحكاية دي مش هيقولك الاخوان اتدفنوا وتحت الارض وماتوا مش يطلعوا تاني ولا بعد عشر مية عشرين تلاتين سبعين سنة ما هو لما ظهروا في تمانية وعشرين ما كانوش عارفين هيحكموا في الفين واثناشر كانوا عايزين يحكموا قبل كده معارفوش ويتأجل من اثنين وتسعين ويتأجل مرات ومرات لا حد ما حاكموا في الفين واثناشر يعدوا سبعين سنة تاني ولا ميت سنة تاني ولكن هم هيفضلوا يشتغلوا الحكاية دي ان هو هيفضل يشتغل على انه هيحكم هيرجع يحكم فتبقى قدام عنيك كده مش بيخوفك انا بقولك الحقيقة اللي تبقى عارفها التنظيم ده مش تنظيم مصري تنظيم دولي مش تنظيم بس هنا تنظيم انتشر في تمانية وسبعين دولة حول العالم فموجوده منتشر وعندك وشغال في حالة كومون في حالة كومون بس كومون اللي هو بيخطط لما هو قادم عشرين سبعين ثمانين اجيال ولا بقى تيجي اجيال بعد كده واللي جاي ويبقى لكن حد تبقى عندك اليقظة هذه المرحلة مرحلة دقيقة جدا والاخوان لا يمكن الاخواني ابدا حضرتك تدينه ثقة ان هو مواطن يسحق المواطنة ليس مواطنا مصريا اخوان بتكلمش على دعوة محلية الاخوان بتكلم على الاممية الاممية الاستاذية استاذية العالم هو استاذية العالم ده دور الاخوان وده شغل الاخوان وده خطة الاخوان مش مصر العالم لازم تعرف الحكاية دي قدام عينيك كده وسمح عبودانك اكررها لك مليون مرة عشان تعرف الخطر خطر مش مش مسألة خلصت لا هدوء اه بتقلص التنظيم اه بتضرب التنظيم الارهاب اه بتعمل ده كل ده اه ولكن ما تديش امان لا ايه اخواني النهارده كزا بكرا ما تعرفش يحمل سلاحة ايه وانت ما يضربك هنا وعندهمش اي مشكلة في الحكاية دي فتعالوا نشوف ماذا قال الارهابي خائرة الشاطر وبتكلمنا على خطورة حزم اسماعيل وخطورة بتكلم على